أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نلتقي بكم أيها الإخوة الكرام في سلسلة من قراءة كتاب دراسات عن الإباضية للدكتور عمرو خليفة النامي النفوسي وقد وصلنا سابقا في اللقاء التاسع عشر والآن نكمل معكم بإذن الله تعالى ما تبقى من اللقاءات من هذا الكتاب سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه صلاح للبلاد والعباد وأما الآن مع اللقاء العشرين الفصل الرابع الفقه الإباضي في العام 1903 كتب الأستاذ دينكان ماكو دونالد إننا نعلم القليل نسبيا عن الفقه الإباضي فالدراسة الشاملة للفقه الإباضي ذات أهمية قصوى لأنه يعود في تسلسل نشأته إلى ما قبل تشكيل أي مدرس أي من المدارس الفقهية الأخرى على أن الدراسة الشاملة للفقه الإباضي لم تجري منذ ذلك الوقت كما كان هذا العالم البحاثة يأمل وبدلا من ذلك فقد عمل الفقه الإباضي من قبل الذين درسوا الفقه الإسلامي بالقليل من الاهتمام وكان يشار إليه على الدوام بأقوال عامة قليلة القيمة ومع أن شاخت كان يعي حقيقة أن مذهب الفقه الإباضي ينسب إلى التابعي جابر بن زين فإنه ختم ملاحظته بشأنه بالقول إن الإباضيين استمدوا فقههم من المذاهب الإسلامية القائمة وخلافا لما يعلنه فإن المذهب الإباضي أخذ منذ البداية خطا منفصلا لقد كانت له مرقعياته المستقلة الخاصة به ومجموعاته الحديثية وأعمال فقهائه ويبدو أن شاخت ساق إلى هذه النظرة للأسباب التالية النقص في المعلومات بشأن المصادر الأساسية للفقه الإباضي والنظرة العامة القائلة بأن الإباضيين فئة من حركة الخوارج وبما أن الإباضيين كالسنة كانت لهم آراء مناقضة لآراء الخوارج حول نقاط معينة فقد اعتقد أن الإباضيين استمدوا هذه الآراء من المذاهب السنية وهو أخيرا ينفي نفيا باتا حقيقة كون الخصائص المشترك بين المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة هي أقدم من قيام هذه المذاهب وفي هذا الفصل نأخذ على أنفسنا أن ندرس نشوء مذهب الفقه الإباضي وتأسيسه وتطوره ونقاط الاختلاف بين الإباضية والمذاهب الإسلامية الرئيسة الأخرى يعد الفقه الإباضي أحد أقدم المذاهب الباقية بين مذاهب الفقه الإسلامي إن لم نقل أقدمها ويعود قيامه إلى التابعي جابر بن زيد الأزدي وزميله المعاصر له وتلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة فقول مك دونالد بأن الفقه الإباضي لابد أنه جمع وصنف إلى هذا الحد أو ذاك على يدي عبد الله بن إباض غير صحيح فقد دل البحث الدقيق بأن عبد الله بن إباض لم يقدم أي اسهام للفقه الإباضي وإن دوره الرئيس إن حصر في الكلام وفي العقيدة السياسية للإباضية والرجل الذي كان مسؤولا فعليا عن تأسيس مدرسة للفقه الإباضي هو جابر بن زيد وهو محدث وفقيه وبسبب معرفته الواسعة بالقرآن وبحاديث الرسول فقد كان قادرا أن يشئ مذهبا مستقلا وأن يجذب إليه عددا من المتعلمين وفي وقت لاحق راح هؤلاء يطورون آراءه وينشرونها واتخذ الفقه الإباضي شكله النهائي على يدي تلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في سنواته الأخيرة وعلى يدي الربيع بن حبيب تلميذ جابر بن زيد وأبي عبيدة معه غير أن جابر بن زيد يظل الشخصية ذات الأهمية الكبرى في تأسيس هذا المذهب وبالإضافة لمهارته مفتيا صرف معظم حياته لإصدار الأحكام الشرعية وضبط آرائه باستشارة صحابة الرسول الأحياء والتابعين البارزين وكان كذلك صلة الوصل الأساسية بين أتباع مذهبه وأولئك الصحابة الذين لعبوا الدور الرئيس في صياغة الأراء حول الشؤون الدينية والشرعية والدور الطليعي الذي لعبه جابر في تأسيس المذهب الإباضي معترف له به بوضوح من قبل الإمام الثاني للإباضية أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو الضال ولولا أن الله من علينا بجابر بن زيد لضللنا وحقيقة كون جابر صاحب مذهب مذهب فقهي مستقل أمر اعترفت له به المرجعيات السنية أيضا يقول ابو زكري النووي في كتابه تهذيب الأسماء بعد الحديث عن جابر بن زيد ومدرسيه وتلاميذه اتفقوا على توثيقه وجلالته وهو معدود في أئمة التابعين وفقهائهم وله مذهب يتفرد به لقد سبق أن ذكرت قصة حياة جابر ونشاطاته مفتية أما هنا فإننا بالدرجة الأولى معنيون بإسهامه ومقاربته فقهية وقد سجلت فتاويه أو أحكامه الشرعية من قبل طلابه الإباضيين وهي تشكل جزءا هاما من أساس المذهب الإباضي في الفقه وقد كانت مصادر الأحكام الشرعية المعروفة لدى جابر والتي استخدمها هي القرآن والسنة وآراء الصحابة أي الآثار ثم رأيه الخاص وللتقي بكم أيها الإخوة الكرام في اللقاء الواحد والعشرين سائلين الله تعالى لنا ولكم التوفيق